اهلا بكم إلى موجزي اخبار الآن انتهى اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات مع منصة موسكو ومنصة القاهرة في العاصمة السعودية الرياض دون التواصل لتشكيل وفد موحد للمعارضة السورية وفي هذا السياق اكدت مجموعة موسكو بالمعارضة السورية انها تريد اللقاء على الدستور السوري مشيرة الى رفضها اي اتفاق يشير الى رحيل الاسد قال الجيش العراقي في بيان له ان قواته اقتحمت اليوم مركز قضاء مدينة العفر معقل تنظيم داعش الى الغرب من الموصل وذكرت بيانات لقيادة العمليات العراقية المشتركة ان قوات الجيش ووحدات مكافحة الارهاب اقتحمت المدينة من الجهتين الشرقية والجنوبية وكان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي اعلن في وقت سابق ان القوات العراقية حررت نحو 250 كيلو متر من مدينة تل عفر وصل وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس ثلاثاء الى العاصمة العراقية بغداد في اليوم الثالث من هجوم تشنه القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على تل عفر اخر اكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوة بشمال بلاد سيلتقي ماتيس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكبار المسؤولين في بغداد على ان يجتمع برئيس قريم كردستان العراقي مسعود بارزاني في اربيل قال رئيس هيئة التاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي الثلاثاء ان ايران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم الى مستوى 20% في منشأة فوردو النووية خلال خمسة ايام في حال تخلصت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم في صيف عام 2015 قتل الجيش اليمني 15 فردا من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في معارك في محافظة تعز وانزلعت معارك عنيفة بين الطرفين في مديرية الصلو جنوب شرق تاز في وقت تستعد فيه قوات الجيش الوطني لتنفيذ خطة واسعة لتحرير المديرية فيما هاجم الانقلابيون مواقع الجيش الوطني في قرية السيار في محاولة للسيطرة عليها اعترف شاب مغربي بقتل امرأتين واصابة ثمانية اشخاص في هجوم بسكين في مدينة توركو الفنلندية لكنه نفى وجود اي دافع ارهابي وذلك بحسب ما قال محاميه يوم الثلاثة وقال محامي المتهم ان عبد الرحمن مشكاح والبالغ من العمر 18 عام وهو طالب لجوء الى فنلندا اعترف في جلسة استماع مغلقة امام المحكمة بتنفيذ هجوم له يوم الجمعة هات المجز تحية واللقاء